بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الصف الثامن أهلاً وسهلاً بكم على قناة الشيطة الرعادي المسعيد درس رياضيات جديد نفتح كتاب التمارين إلى الصفحة السابعة عندنا هنا بعض التمارين راح نحلها لكن أذكركم بقوانين الأسس أنه في الضرب الأسس تجمع وإذا كان في شيء مش واضح رحس إن شاء الله وإحنا الحالة تتوضح الأمور بس يريد تكتب هاي الملاحظة على الدفتر في الضرب الأسس تجمع طيب في القسمة إذا في عندي أسس في عندي قسمة وأسس شو بعمل بالأسس أقسمها لا الأسس تطرح طيب إذا في عندي قوة خارجية وداخلية مضروات في بعض إيش أعمل هل أجمعهم هون لا الأسس تضرب ورح إن شاء الله تتوضح الأمور كما يقال يعني بالمثال يتضح المقال بسم الله عندنا هون المسألة الأولى التي تقول عندي ثلاث أي مضروبة في أربعة أي مرفوع للقوة ثلاث بداية بدي أعطيكو بعض الملحوظات السريعة والمهمة جدا هاي ثلاث اللي هون عندي هاي عبارة عن ثابت صح والأربعة اللي هون كمان ثابت يا أستاذ طيب تمام إحنا منتعامل مع الثوابت هسا رح أتعامل معهم لحال كيف يعني يا أستاذ رح أضرب الثلاث بالأربعة ليش ضربناها يا أستاذ هنا في عندي بين قوسين في عندي إشارة مش بين اللي هي الضرب ضرب هون في عندي ضرب بس إحنا لما يكون مضروب أقواس في بعض ما بنظهر هذه الإشارة إذن أنا هون في عندي ضرب طيب كويس يا أستاذ إذن قصدك نضرب الثلاثة بأربعة نعم طيب هاي سهل يا أستاذ هاي ثلاث ضرب أربعة بتساوي 12 بحكي لكم تمام إحنا حللنا الآن ثلث السؤال الثلث الثاني في عندي هون متغير اللي هو إيه صح نعم وهون كمان في عندي في الحد الثاني كمان هون في عندي إيه اللي هو متغير أيضا إذن المتغير مشترك المتغير إيش ماله مشترك شو أعمل بهاي الحال يا أستاذ أضرب ولا أطرح بالنسبة للمتغير ما بعمل أي شيء بس بأخذه كعامل مشترك بحط الإيه هون أحط إيه وحدة يا أستاذ ولا ثنتين بس إيه وحدة طيب أستاذ شو ظل عندي الثلث الثالث من الحل والأخير اللي هو الأسس إحنا هون في عندي ضرب صح نعم عندي ضرب قلنا هون في الضرب الأسس شو بيصير فيها الأسس تجمع طيب يا أستاذ أنا هون في عندي الأس سادب ثلاث بس الأي اللي هون ما إلها قوة يا أستاذ ما إلها أس الأس نفسه قوة ما إلها قوة ما إلها أس بحكيكوا لا خطأ لما تشوفوا أنتم مثلاً إكس أو إيه أو غيرها من الحروف هاي اسمها متغيرات في الحقيقة لما تشوف إكس لحالها في الحقيقة هي العائل قوة تبعتها الأس إلها واحد بس إحنا ما بنظهرها لكن إحنا ما بنظهرها فإذا شفنا مثلاً إكس قوة اثنين هي قوتها اثنين لكن إذا شفنا إكس لحالها لازم نعرف أنه هناك قوة مفترضة اللي هي واحد بس إحنا ما بنكتبها يعني قصدك يا أستاذ إنها الأي هاي فيقلها قوة مفترضة اللي هي واحد بحكي لكم نعم هس الأمور صارت واضحة إحنا هسا بدنا نجمع القوة واحد هاي اللي هي مش مبينة لكنها موجودة هاي واحد بدأ أجمعها يعني بدأ أحط زائد طيب بدأ أجمعها مع إيش يا أستاذ؟ مع القوة الثانية اللي هي سالب ثلاث لأنه عند الأي هون مشتركة الأي الأولى قوتها واحد والأي الثاني قوتها سالب ثلاث طيب إذن مرة أخرى بضرب الثابت بالثابت ثلاث ضرب أربعة اثناعش هاي واضحة يا أستاذ بعدين عندي هون لاحظوا أنه متغير مشترك هيني بأخذوا هاي الايه وفي عندي هون عامق القوة واحد بس مش مبينة هي وهون القوة عندي سالب ثلاث بما أنه عندي ضرب فالأسس تجمع عند الضرب تجمع فمنحكي واحد زائد لأنها تجمع زائد كم يا أستاذ زائد سالب ثلاث وهي سالب ثلاث ممكن واحد تحكي أستاذ أنا بس أشوف زائد وسالب مع بعض هيك ما بعرف كيف أتصرف بحكي لك بسيطة هون في عندي الإشارات اختلفت ولا تشابهت اختلفت موجب مع سالب مختلفات النتيجة سالب قصدك يا أستاذ لو كانت الإشارات متشابهة بتكون نتيجة موجب صحيح إذن الإشارات مختلفة فبتكون النتيجة سالب صار عندي واحد ناقص ثلاث صار عندي النتيجة زي هيك اثنعش اي واحد ناقص ثلاث هاي النتيجة طيب النتيجة اللي بعديها اللي هي طبعا هون عندنا يساوي اثنعش اي القوة سالب اثنين لأن واحد ناقص ثلاث بتساوي سالب اثنين هذا هو الحل النهائي للمسألة الأولى اثنعش اي قوة سالب ثلاث طبعا لاحظوا أنا عندي الأساس مشترك ال-P مع ال-P مشتركة صح ولا الآن بما أنه عندي قسمة الأسس شو رح تكون علاقتها زي ما حكينا قبل شوي هون حكينا احنا انه في القسمة شو بيصير في القسمة الأسس تطرح الأسس تطرح في القسمة الأسس تطرح فاللي بيصير كالتالي أنا باخذ العامل المشترك أو الأساس المشترك إذن هايز بيصير عندي P طيب أخذناها يا أستاذ شو بنساوي هسا بدنا نطرح الأسس يعني بنقول سالب اثنين ناقص سالب عشرة هيك اتفقنا فبقول هون سالب اثنين هاي سالب اثنين يا أستاذ ناقص لأنه بدنا نطرح عندي القسمة سالب عشرة وهي سالب عشرة في عندي هون سالب مع سالب قبل شوي حكينا انه إذا الإشارات تشابهت النتيجة موجب أما إذا اختلفت النتيجة سالب بينها تشابهت سالب مع سالب فالنتيجة موجب صفة عندي التالي صفة عندي إنها P سالب اثنين زائد عشرة طيب والنتيجة طبعا عندي P القوة كم سالب اثنين زائد عشرة كم تساوي ثمانية تساوي ثمانية اللي مش عارف كيف صارت ثمانية نحكي له كالتالي أنا بكون عندي سالب اثنين وفي عندي عشرة أياه الأكبر العشرة ولا السالب اثنين طبعا العشرة شو إشارتها؟ أشارتها موجب يا أستاذ إذن النتيجة لازم تكون إشارتها موجب فبقول عشرة ناقص اثنين ثمانية والإشارة موجب إذن حلي صحيح P قوة ثمانية نروح الآن إلى ثري الثالثة والأخيرة في هذا السؤال اللي هي سالب اثنين U قوة أربعة الكل مرفوع هذا بين قوسين يعني كل مرفوع للقوة ثلاث كل مرفوع للقوة ثلاث في هاي الحالة شو أعمل يا أستاذ بدنا نوزع الثلاث ونحل القوس كيف رح نوزعها يا أستاذ القوة ثلاث هاي القوة مرفوع على كل يلي في القوس صح؟ صحيح يا أستاذ إذن الثلاث هاي هي لا السالب اثنين وبنفس الوقت هي قوة للقوة أربعة بتصفي عندي حتى الأمور تكون واضحة كالتالي صفى عندي إنه سالب اثنين هاي سالب اثنين قوة ثلاث ليش؟ السالب اثنين من نجابة قوتها من القوة اللي خارج القوس طيب نكمل هاي في عندي يو قوة أربعة هاي اليو وهاي عندي هون اليو قوة ايش؟ قوة أربعة القوة أربعة كمان رح تأخذ القوة ثلاث فالقوة أربعة أيضا مرفوع على القوة ثلاث أيضا الآن مرفوع على القوة ثلاث ويساوي صف عندي سالب اثنين قوة ثلاث مضروبة في يو الآن عندي قوة خارجية مع قوة داخلية يعني قوة مرفوعة لقوة شوف يصير عندي يكون عندي ضرب هل بتتذكروا هذا الشيء؟ احنا حكينا هون في آخر شيء قوة داخلية وخارجية الأسس تضرب هذا أنا بقى قصدي هون عندي رح نضرب الأربعة في الثلاث عندي هون داخلية وخارجية يعني قوة مرفوعة لقوة أس مرفوعة لأس ها بصير ضرب مش جمع لاحظوها إذا رفعنا قوة لقوة ضرب يعني أربعة ضرب ثلاث واللي هي بتساوي كم؟ بتساوي 12 وتساوي طبعا عندي اثنين قوة ثلاث يعني اثنين أضربها بنفسها ثلاث مرات اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين اثنين ضرب اثنين أربعة ضرب اثنين ثمانية وعندي هون إشارة سالب رح أبقى على السالب لأن الأس فردي وليس زوجي طيب بعدين نجعل يو بيظلها مثل ما احنا شايفين يو قوة 12 إذن نتيجة عندي سالب ثمانية يو قوة 12 هل هيك خلصنا هذا السؤال يا أستاذ نعم خلصنا هذا السؤال بنروح السلاء السؤال التالي السؤال التالي بيحكي لي استعمل قوانين الأسس اللي احنا أخذناها تتذكروا أخذناها قبل شوي قوانين الأسس عند الضرب نجمع عند القسم نطرح قوة خارجية وداخلية يعني أس برفوع لأس نضرب استعمل قوانين الأسس لإيجاد قيمة كل مما يلي طيب بنشوف هون شو في عندي اثنين قوة أربعة كله مرفوع لقوة ثلاث إذن هاي قوة داخلية مع خارجية يعني هذا الأس مرفوع لهذا الأس يعني العلاقة بينتهم ضرب قوة داخلية مع قوة خارجية يعني أس مرفوع للأس فبساعد الألاقة بينتهم ضرب يعني بيصير عندي اثنين والأسس بيكون عندي أربعة مضروبة في ثلاث صح ولا وهذا الإشي بيساوي التالي بيساوي عندي أنا هون اثنين قوة اثناش يعني الاثنين بدي أضربها بحالها اثناشة مرة في الامتحان طبعاً بتكون دبروا حالكم ممكن ما يكون مسمحوا لكم في الآلة حاسبة فنضرب الاثنين في حالها اثناشة مرة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ست مرات سبعة ثمانية تسعة وهي عشرة وهي إدعش وهي اثناش تحكي ليه أستاذ ممل هذا الشغل يعني طويل لازم لا بد منه طيب اثنين ضرب اثنين يساوي أربعة أربعة ضرب اثنين يساوي ثمانية ضرب اثنين ستعش طيب ستعش ضرب اثنين اثنين وثلاثين ضرب اثنين ستين أربعة وستين أربعة وستين ضرب اثنين 120 128 ضرب 2 يا أستاذ 256 ضرب 2 512 نعم 512 ضرب 2 بتساوي 1024 ضرب 2 بتساوي 2040 48 وأربعين آخر شيء ضرب 2 بتساوي كم 4000 4000 50 50 60 24 80 96 90 96 إذن صفة عندي كم 4096 إذن هاي شو بتساوي بتساوي 4096 يعني في الامتحان أنتو بتحلوا عجلين بالورقة عظهر الورقة حتى تطلعوا مثلا 2 قوة 12 كان بعدين ترجع وتكتب الجواب ليهيك إذن هذا هو الجواب 4096 بنروح حتى إلى 2 في عندي طبعا سهل كثير 5 قوة 2 مقسومة على 5 قوة 5 أستاذ إحنا يعني هاي منذكرينها إحنا هسا بدنا نطرح الأسس صح ولا صحيح بنوخذ الأساس المشترك اللي هو 5 هاي كتبنا هون 5 طيب والأسس النطرح يعني بنقول 2 ناقص 5 وهي 2 ناقص 5 وتساوي الخمسة قوة كم 2 ناقص 5 كم سالب 3 أستاذ لو كانت 5 قوة 3 يعني أضرب الخمسة بحالها ثث مرات بس هاي سالب ثلات شو أساوي يعني كيف أضربها بحالها سالب ثث مرات ما بيزبط بحكي لكم في الحالة هاي شو بنساوي إحنا عشان نتخلص من السالب يلي في القوة بنحطها تحت الواحد بتصير كالتالي تساوي 1 على على كم على 5 قوة 3 لاحظتوا الخمسة قوة 3 خلناها مقام وبسطها 1 هسا الآن هيك صار عندي 5 قوة 3 كلنا عارفين أنه هذا معناته أضرب الخمسة بحالها ثلاث مرات وهذا إشي بيعني 1 على 5 ضرب 5 25 ضرب 5 125 إذن هذا هو الجواب 1 على 125 بقي بقي عندي 3 3 7 ناقص 4 قوة 3 كله مرفوع القوة 3 مضروب في 3 قوة ناقص 8 طبعا أول شيء الأولوي أنتو بتعرفوا للي بين الأقواس بتذكرين أولويات العملية الحسابية للي بين الأقواس فبحكي 7 ناقص 4 7 ناقص 4 يا أستاذ بتساوي 3 طيب ممتاز وفي عندي هون القوة 3 ما أنساها وهي القوة 3 في عندي هون ضرب وهي ضرب يا أستاذ ضرب كم 3 قوة ناقص 8 وهي 3 والقوة سالب 8 طيب أوكي وهي تساوي التالي لاحظوا الأساس مشترك صح الأساس هون عندي 3 وعندي 3 في هاي الحالة بما أنه مشترك شو بيساوي بأخذ الأساس المشترك وبما أنه عندي ضرب راح أجمع الأسس بحكي 3 زائد سالب 8 وهي القوة 3 هاي هيتها 3 زائد القوة هاي سالب 8 وهي سالب 8 طبعا هون عندي موجب مع سالب اختلفت الإشارات صح النتيجة سالب النتيجة ناقص فبالتالي هاذ بيساوي عندي إنها 3 قوة 3 ناقص 8 شو بيساوي هذا الشيء 3 قوة 3 ناقص 8 كم طبعا ناقص 5 ناقص 5 أو سالب 5 كيف قبل شوي تخلصنا هنا من السالب تتذكر هنا كيف تخلص من السالب آية أو السالب خليناها مقام وحطينا البس طبعها 1 فبيصير عندي يساوي 1 على بنحط فوقيها 1 بنحط عندي 3 قوة 5 بدل سالب 5 هيك أنا بكونت خلصت من إيش من السالب اللي عندي هون فصار عندي 1 على 3 قوة 5 وتساوي الآن هسا الواحد معروفة وال3 قوة 5 بدأ أضرب الثلاث في نفسها خمسة مرات على جنب الورقة بنيجي إحنا نقول 3 ضرب 3 خمس مرات طبعا هاي ثلاث مرات هاي أربع مرات وهاي المرة الخامسة والأخيرة 3 ضرب ثلاث 9 يا أستاذ طيب 9 ضرب ثلاث يعني 9 و 9 و 9 27 27 27 ضرب ثلاث يعني 27 27 27 27 حط هنا 27 27 27 7 14 21 81 معناته هاي 80 81 81 ضرب ثلاث يا أستاذ 80 ضرب 320 عفوا 240 240 240 والواحد ضرب ثلاث ثلاث أوكي إذن صف عندي 243 إذن هون بصف عندي ويساوي 200 طبعا 1 على 200 40 43 إذن 1 على قوة 3 على 5 بتساوي 1 على 243 يعني 3 قوة 5 بتساوي 2 243 طبعا 1 على 243 هيك بنكون الحمد لله خلصنا بدأ أطيكم مهمة مهمة إنه عيدوا حل التمارين تبعت هاي الصفحة لحالك عيدوا حل هاي التمارين لحالك فإذا قدرتوا تحلوها بتكون فهمتوا الدرس كويس إذا ما قدرتوا تحلوها ارجعوا واحضروا احضروا الشرح مرة ثانية أحسن ما أنه تتراكم الشروح ويوم تلامتحان تكتشفوا إنكم لا قدروا لا مش فاهمين الدرس سيد رادي مسعيد يحييكم نراكم على الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته